تحدث بعض الروايات وبعض الأقويل عن وجود مخطط إسرائيلي لشن هجوم مكثف على غزة عشان تجبر أهالي غزة على الرحيل أو النزوح يعني تحركهم لأهداف معينة زي يمكن ما قلنا في البداية هل ممكن يكون ده فعلا مخطط لكذا؟ ولا هي تحت بند مجرد أقويل وتحليلات؟ تحليلات هي إن كانت أقويل أو تحليلات فهي أكيد نبع من مجرد رؤية استشراقية مثلا كانت موجودة في مخطط إسرائيلي مزعوم كان موجود منذ سنوات لمحاولة تهجير أهالي غزة إلى مناطق تانية مثلا حواليهم ونحن نتكلم تحديدا عن مناطق سيناء ويمكن هنا نضرب المثل والبطولة للجيش المصري العظيم اللي قدر إنه هو من خلال العملية الشاملة يطهر الإرهاب من شمال سيناء اللي كان مقصود بيها إنها تكون منطقة دايما متنازعة عليها أو إنها تكون خضعة لمتنظيمات إرهابية مسلحة لإنها تكون أرض خصبة لإنها تكون تستقبل عدد من الفصائل مثلا الفلسطينية سريع على تدخل دولي بالضبط والنهاردة ممكن لو حالك هتشوف مثلا هتلاقي إن الولايات المتحدة بتدعم إسرائيل دعم غير مسبوق يعني العملية دي فالنهاردة الاتجاه العالمي دايما النهاردة بيقول إن أنا دايما أحط مصر تحت التحديات اللي يعني نهاردة أصبحت بقى حوالينا جميع الاتجاهات صعبة شويتين يعني يمكن دي أصعب مرحلة بتعدي بيها مصر وتحتاج مننا إلى الرؤية الصحيحة الصائبة في التخاذ القرار المناسب نحو القيادة في المرحلة القادمة لإنها تحتاج فعلا لمن يستطيع إدارة الأمر بحنكة ومهارة واستراتيجية على أعلى مستوى